اشتركوا في القناة نعم زميلي علي شكرا لك والزملات الاستوديو بالفعل المتواجد الآن في غرفة العمليات التابعة لوزارة الداخلية في حلبة البحرين الدولية هذه الغرفة التي تتطلع وتتابع جميع الاجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الاجراءات الاحترافية في التعامل مع هذا السباق وتنظيم السباق وتسهيل دخول وخروج جماهير هذا السباق الذين قدموا من مختلف دول العالم ومن مختلف مناطق مملكة البحرين ملتزمين بالاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وايضا ملتزمين بالاجراءات التنظيمية لنجاح هذا السباق هناك جهود كبيرة وحثيثة تبذلها وزارة الداخلية وطواقمها الذين انتشروا في مختلف أرجاء حلبة البحرين في الداخل وفي الخارج وايضا بين الجماهير لضمان نجاح وتسهيل عملية الدخول الحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن دور وزارة الداخلية والقائمين عليها يسعدني أن ينضم لي على الهواء مباشرة الملازم عبدالله خليفة الشومولي لو تتفضل ساعة الملازم أنتم كضباط في غرفة العمليات التامعة لهذه الحلقة ووزارة الداخلية يعني ما هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل الاحترافي مع أجائحة كبيرة؟ طبعا في البداية تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والمرورية لضمان سيابية الحركة المرورية من خارج حلبة البحرين الدولية إلى داخلها كذلك تم وضع شرطة المجتمع داخل حلبة البحرين الدولية لضمان التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكابهة فيروس كرانا في مملكة البحرين كذلك تم نشر أفراد الدفاع المدني على امتداد حلبة البحرين الدولية لضمان سلامة المتسابقين وحضور حلبة البحرين أو حضور المواطنين في حلبة البحرين الدولية كلمة تحب توجيها للمشاهد والمتابعة ولا أيضا للجمهور الذين حضروا وطلعوا على هذه الإجراءات الاحترافية التي تم اتخاذها لنجاح هذا السبع طبعا في البداية نحب نشكر سيدي سمو ولي العحد رئيس الوزراء البادرة والفرصة الطيبة التي قدمها لأبطال الصفوف الأمامية لحضور هذه السبع كذلك نحب نشكر القادمين من خارج مملكة البحرين لحضور هذه الحلبة طبعا لحضور حلبة البحرين الدولية ونشكر المواطنين وشعب مملكة البحرين على الاتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة بيروس كورونا نشكر لكم أيضا على جهودكم المميزة الملازمة عبدالله خليفة شمولي نحن شكرين لكم هذه الجهود وأيضا لكم مشاهدين الكرام على هذه المتابعة وللجمهور الذين بالفعل أثبتوا مدى الوعي والإدراك الذي تتفاخر به مملكة البحرين اليوم في نجاح مثل هذه المناسبات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين ودول العالمين زميلة علي وزملانا في الاستيديو الأجواء في خارج غرفة العمليات أيضا في أرجاء هذه الحلبة ومرافقها أجواء بالفعل حماسية هناك تفاعل بالرغم من كم الظروف وكم الإجراءات تفاعل كبير من قبل الجمهور ومحبي هذه الرياضة رياضة سباق السيارات الفرميلة ون هناك أيضا جماهير بحسب التوجيهات الذين حظي بفرصة من الصفوف الأولى للمشاركة الأطباء وعائلاتهم وأيضا هناك حضور كثيف من مختلف الفئات العمرية الشباب الكبار وأيضا الأطفال الصغار والجوانب الترفيهية التي وجدت مقتصرة على حسب الإجراءات التي تم اتباعها مؤخرا هذا كل ما لدي زميلة علي وعود لك في الاشتراك نعم الزميل يحيى الأماري مراسل المركز الأخبار شكرا جزيلا لك